ومن أنواع الكبر الكبر بالحسب والنسب وهو مرفوض في ميزان الإسلام جملة وتفصيلا لأنه يكرس طبقية بغيضة يمقتها الإسلام ويرفضها رفضا قاطعا والفخر بالأنساب جهل وتقهكر إلى العصور الغابرة ثم إنه اعتزاز بما ليس من عمله وكسب يده ولله ضر الشاعر في قوله وهو يخاطب هؤلاء الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا قال لئن فخرت بآباء ذوي نسب لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا أيها المشاهدون الكرام يطول بنا الحديث عن أنواع الكبر الجلي منها والخفي فمنها الكبر بكثرة العبادة أو بالجمال أو بالمال أو بالصحة والقائمة تطول ولكن نختتم حلقتنا بالقول بأن أهل الكبر هم رموز الشر في هذا الكون وهم تلامذة إبليس رائد المتكبرين وقائدهم إلى جهنم هذا ومن المستكبرين على الله الملحدون الذين يأنفون من عبادة الله ويعتقدون أن الاعتراف بألوهيته تعالى تأخر وظلام ورجعية وأن مثل هذه الاعتقادات لا تليق بعقولهم الحداثية المتطورة والمتحضرة فإلحادهم نابع من كبر في نفوسهم وفي عقولهم وفي الختام نسأل الله سبحانه أن يعيذنا من الكبر والتعاظم والخيالاء ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا شكرا